النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع مع مجموعة المستثمرين المتعثرين في شرم الشيخ حضر الاجتماع الدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وخالد فوضى محافظ جنوب سيناء واسراج الدين ساعد مساعد وزير الإسكان لشؤون الهيئة العامة للتنمية السياحية ومسؤول يعرض من الجهات المعنية هو في شهر 11 اللي جاي عندنا مؤتمر كوب 27 اللي هو بتاع البيئة والمناخ لابد انه على الاقل احل مشاكل الناس اللي هناك وانا بقوله الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الظرف التاريخي الصعب من النحية الاقتصادية يعني زي ما حضرتك قعدت مع المستثمرين المتعثرين في شرم الشيخ توطئة وتمهيدا لعقد مؤتمر مناخ دون مشاكل يعني اربع خمس جلسات مع المستثمرين المتعثرين اللي موجودين في كل انحاء الجمهورية هيكون كويس جدا وايضا لا يجب ان انتظر انه يتعثر المستثمر عشان اقعد معاه اقعد مع المستثمرين اللي شغالين اللي خايفين يتعثروا لانه احنا بنمشي في الشارع ونشوف وبنسمع الناس بتكلمنا بيقولوا انه عندنا مشاكل فيه الصناعة عندنا مشاكل فيه مشروعاتنا عندنا مشاكل فيه كذا وكذا حاجة كتير جدا بعضها قد يكون مفهوم بالنسبة لنا وبعضها غير مفهوم بعضها قد يكون مبرر وبعضها قد يكون غير مبرر وبعضها تعلموا الحكومة وبعضها قطعا لا تعلموا الحكومة وبالتالي جلست من هذا النوع مع المستثمرين المتعثرين أو المستثمرين اللي افترقهم للتعثر أو المستثمرين النجاحين ضرورة جدا يعني شايف انه رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية كلهم مع بعض في فقط واحد السيد الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة هالة سعيد مع الدكتور محمد معيط مع المشار محمد عبدالوهاب مع السيدة نيفين جامع المجموعة الاقتصادية خمس ست شخصيات يقعدوا في اجتماعات متتالية مع مستثمرين العاشر من رمضان مستثمرين ستة اكتوبر مستثمرين المدن الجديدة في 15 مايو وبنيت السادات وبرج العرب يعودوا مع الناس وانتحاد الصناعات يعودوا مع الناس شوفوا ايه ناخد قراءهم نشوف قراءهم ايه الناس عندهم قدر من الخبرات وعندهم قدر من الفهم للسوق ربما يفوق الناس الاكاديميين ويفوق ايضا بعض الناس الحكوميين خلنا نسمع الناس نقعد مع الناس نشوف مشاكلهم ايه قعد مع قطاع الزراعة وشوف مشاكلكم ايه ومقترحاتكم ايه على فكرة الناس كلها عشان محدش هيئلاء كل الناس في مصر بكل القطاعات فاهمين الازمة الاقتصادية على حقيقتها ومتفاهمين للاجراءات الحكومية انت كصانع سياسة كل همك وهدفك انك تفهم الناس الناس فهمت والناس تتفهم الناس تفهمت طب ثم ماذا بعد يا عم انت بتقولي الازمة الاقتصادية العالمية فهمت ومسدأك وتفهمت ومتفاهمت طب يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه في القطوة القادمة يلا مع بعض نشوف هنغير الواقع بتاعنا ازاي هنحول التحديات بتاعتنا الى فرص ازاي يلا نقعد مع بعض انا شايف انه هناك جزر منعزلة وهناك اكتر من جهة بددير ملاد في واحد والكلام دا شفناه في اكتر من حلقة في المشهد وغيره الناس بتطلب بتقول وبرضو انا هنا ما اقدرش زاد على وطنة حد ما اقدرش اللي يقول لي دا غلق اقول له انت غلطان لا لا البلد قوية البلد وقف على رجليها البلد بتتحمل الرأي والرأي الاخر والاراء المتناقضة او المغيرة والاراء المختلفة كلها بتصب لانه مفيش حد مش عايز من اصلحة البلد خلينا قاعد اسمع الناس كلها كل الناس كل التوجهات يا سيدي استوعب مش استوعب سياسية استوعب بجد الناس تعالوا نشوف الصناع ما تشغيلهم ايه ونبدأ نقول لهم والله دي نقدر نحلها دي نأجلها دي ما نقدرش تعالوا في قطاع الزراعة نفس الكلام قطاع السياحة نفس الكلام قطاع الخدمات نفس الكلام عندنا قطاعات وعندنا اصول من عقول الناس مش عايزين نستقل بيها عايزين نحترم كل العقول وكل الناس في كل مكان طبعا بداية كويسة جدا او يعني خطوة كويسة جدا ان رئيس الوزراء مع المعنيين بيقعدوا مع المستثمرين السياحيين المتعثرين في شرم الشيف وكويسة ان وزير السياحة موجود ممكن اشوف بقى بتقع الصناعة جيب وزيرة الصناعة بتقع الزراعة جيب وزير الزراعة بتقع الخدمات واجيب وزير النقل وهكذا يعني انا شايف انه الحكومة ما تقع تنزل للناس وتشوف مشاكلهم اعتقد انوصل لي مه